اشتركوا في القناة مرحبا بك من جديد عزيزي الطالب ومجال القراءة للاستنتاج وإدراك ما بين السطور موضوع الحضارة والأخلاق قبل الشروع في هذا الموضوع عزيزي الطالب دعنا نأخذ تعريفا سريعا بكاتبي هذا الموضوع الكاتب هو عبدالله زكريا الأنصاري شاعر وأديب كويتي ولد عام 1922 وتفي عام 2006 عن عمر يناهز 84 عاما عمل بالتدريس في مدرسة والده وكانت مدرسة لتعليم القرآن الكريم والقراءة والكتابة وطلب للتدريس في دائرة المعارف ثم في المدرسة الشرقية لمدة عامين كتب في مجلة كاظمة وتولى رئاسة تحرير مجلتي البعثة والبيان ثم انضم إلى وزارة الخارجية وتولى إدارة الصحافة والثقافة فيها حتى تقاعد سنة 1987 لم يطبع له ديوان شعر رغم غزارة شعره وقبل الدخول في هذا الموضوع عزيزي الطالب دعنا نقف وقفة يسيرة مع المجال ومع العنوان مجالنا القراءة للاستنتاج وإدراك ما بين السطر لكن ما متطلبات هذا المجال يعني ماذا نحتاج في هذا الموضوع حتى نصل إلى الهدف من هذا المجال نحتاج بداية إلى القراءة الواعية المتأنية للموضوع لا أستطيع أن أفهم ما يرمي إليه الكاتف في هذا الموضوع دون أن أقرأه قراءة متأنية على مهل قراءة واعية كذلك أحتاج عزيزي الطالب إلى أحتاج إلى تحليل الموضوع إلى مكوناته الفكرية وحلل هذا الموضوع حتى أصل إلى ما يريده الكاتب أيضا استنتاج الهدف الذي يرمي إليه الكاتب بعد تلك القراءة وبعد التحليل وفي الختام إدراك الحقائق التي عبر عنها الكاتب بطريقة غير مباشرة بعد هذه الوقفة مع المجال دعنا نقف قليلا مع العنوان الحضارة والأخلاق ماذا نعني بالحضارة وماذا نعني بالأخلاق الحضارة هي مستوى ضراق يصل إليه البشر سواء في جميع المجالات سواء كانت تلك المجالات علمية أدبية فنية اجتماعية وغيرها هذه الأخلاق أو عفوا هذه الحضارة أما الأخلاق ما هي هي أحوان في النفس راسخة تلك السلوكيات التي يقوم بها الفرد دون تفكير أفروية لأنها طبع وخلق فيه نأخذ مثالا لو أنت رجلا أعطى في موقف معين لا نسمي ذلك الرجل كريم حتى يكون الكرم طبع وسجي فيه هناك يكون خلق ذلك الشخص هو الكرم إذن الحضارة هي مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني فيها مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي أما الأخلاق فهي أحوال للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر من غير حاجة إلى فكر وروية بعد هذه المقدمة اليسيرة عزيز الطالب دعنا ننتقل إلى قراءة الفقرة الأولى في هذا الموضوع يقول كاتبنا إن الحضارة أمر شامل يرتبط بالأدب والعلم والفني وغير ذلك من العلوم والفنون الأخرى بل فوق ذلك فالحضارة ترتبط بالخلق بل إن جوهر الحضارة كما نفهمه إنما هو الخلق قبل كل شيء والذين يريدون بناء حضارتهم على أنقاض الشعوب إنما هم أعداء الحضارات كما نعتقد والحضارات التي قامت على أنقاض الشعوب سرعان ما تهدمت وانهارت لأنها لا تعتمد على أساس قوي متين والأخلاق أساس قوي متين بدونها تتهدم الحضارات وتتقوض بعد قراءتنا لهذه الفقرة عزيز الطالب دعنا نقف عند معاني بعض الكلمات التي تحتاج إلى شرح وتوضيح لدينا مثلا كلمة أنقاض قامت على أنقاض يعني على ما فسد وتهدم وانهار لو أن بناء انهدم وانهار أصبح ذلك البناء عبارة عن ماذا؟ عن ركام وأنقاض أيضا كلمة متين تعني قوي والجمع متان لذلك من صفات الله سبحانه وتعالى ذو القوة المتين أي القوي كلمة تتهدم بدونها تتهدم الحضارات يعني تسقط شيئا فشيئا أما كلمة تتقوض فنجد أنها قريبا من كلمة تتهدم عطفت عليها لأنها بنفس المعنى بعد قراءتنا لهذه الفقرة عزيزي الطالب دعنا ننتقل إلى الأسئلة التي ممكن أن تسأل فيها حول هذا أو حول هذه الفقرة لدينا مثلا نريد أن نعرف ما هو مفهوم الحضارة كما وردت في هذه الفقرة المعروضة أمامك نلاحظ في البداية الحضارة أمر شامل إذن يرتبط بماذا بالأدب والعلم والفن وغير ذلك وهي ترتبط بالخلق كما يذكر الكاتب ستكون الإجابة على هذا السؤال الحضارة هي كل جهد بشري في مجالات الحياة كافة يهدف إلى الارتقاء بالإنسان وتطوير حياته وإرشاده إلى سبل الحياة السليمة إذن الحضارة ليست مباني فقط ليست عمران فقط بل هي جهد بشري عالي يرتقي ويسمو بهذا الإنسان وجوهرها هو الخلق بعد ذلك عزيزي الطالب وضح علاقة الأخلاق بالحضارة كما علمنا الموضوع بعنوان الحضارة والأخلاق ما العلاقة بينهما؟ كما ذكرت قبل قليل ليست الحضارة ما يظنه البعض عبر عن مباني وتكنولوجيا وتقنية لا لا الحضارة أعلى من ذلك الحضارة أرقى من ذلك هي تلك الأخلاق الراقية التي يسمو بها الإنسان ويرتقي في درجات المجد إذن نقول بعد عض هذه الفقرة أمامك الأخلاق هي جوهر الحضارة وهي الأساس القوي المتين الذي يصون الحضارة ويحميها من الانهيار إذن بما أن جوهر الحضارة هو الخلق لنرى قول أمير الشعراء أحمد شوقي الذي يقول فيه إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فيما يتفق القول السابق مع الكاتب أحمد شوقي هنا يتحدث عن ماذا؟ عن الأخلاق وأنه بزوال الخلق يزول الناس تزول الحضارات إذن اتفق أحمد شوقي مع كاتب نفيه أحسنت اتفقان في أن الأخلاق هي السياج الذي يحمي الأمم ويصون حضارتها فإن ضاعت الأخلاق انهارت الحضارات وضاعت الأمم ننتقل إلى نقطة أخرى عزيز الطالب ماذا يقصد الكاتب بقوله الحضارات التي قامت على أنقاض الشعوب كما تعلم المجال القراءة للإستنتاج وإدراك ما بين السطور نريد أن ندرك الآن ماذا يقصد الكاتب وماذا يرمي إليه من وراء هذه الجملة حضارات قامت على أنقاض الشعوب من هي تلك الحضارات أو ما هي تلك الحضارات؟ أحسنت يقصد حضارات الدول الاستعمارية التي قامت على استعمار الشعوب ونهب ثرواتها فتلك الدول المستعمرة كيف تبني حضارتها عزيز الطالب؟ تبنيها عن طريق نهب الثروات عن طريق استغلال تلك الشعوب واستخدام ما لديه من مبارد وعقول وأفكار فتبني حضارتها على ماذا؟ على حضارة شعوب أخرى أيضا عزيز الطالب بما علل الكاتب سرعة نهيار الحضارات التي قامت على أنقاض الشعوب هذه الحضارات حضارات الدول الاستعمارية سريعا ما تزول سريعا ما تتهدم وقد رأينا ذلك أو تعلم أنت دون أن أذكر لك أمثلة تلك الدول الاستعمارية التي زال استعمارها لدول معينة لماذا تزول سريعا؟ لنتذكر هل القيام الدولة أو قيام الحضارة على حضارة الدولة أخرى فيها خلق؟ بالتأكيد لا هذا ينافي الخلق تماما وجوهر الحضارة هو الخلق لذلك سرعان ما تتهدم وتزول تلك الحضارات نقول علل ذلك بأن هذه الحضارات افتقدت الأساس القوية الذي يحميها وهو الأخلاق فالمنطق ينفي وجود الأخلاق مع ممارسات الاستعمار لا يمكن أن يجتمع الاستعمار مع الخلق السوي القوي ننتقل بعد ذلك عزيز الطالب إلى سؤال آخر أو إلى نقطة أخرى تقول اعتمد الكاتب في الفقرة السابقة على الكثير من وسائل التوكيد مثل لذلك الفقرة معروضة أمامك ما هي وسائل التوكيد؟ إن الحضارة مثلا بل فوق ذلك بل إن جوهر الحضارة إذن هناك وسائل التوكيد يؤكد فيها الكاتب ما يريد استخدم الكثير من وسائل التوكيد من مثل إن في بداية الفقرة إن الحضارة أمر شامل العطف بل بل فوق ذلك فالحضارة ترتبط بالخلق القصر بإنما إنما هو الخلق إذن عزيز الطالب استخدم الكاتب تلك الوسائل وسائل التوكيد لماذا؟ ليبين أن جوهر الحضارة الخلق لا غير ذلك قد يناقشك البعض في ذلك يقولك لا الحضارة عمران الحضارة مباني الحضارة سيارات الحضارة أجهزة حديثة لا الحضارة هي الخلق ويؤكد الكاتب على ذلك لذلك استخدم أو عدد بأدوات أو وسائل التوكيد في هذه الفقرة أيضا عزيز الطالب اختر التكملة الصحيحة لما يأتي مرادف جوهر في سياقها من الفقرة حقيقة زينة فضل قوة بل إن جوهر الحضارة هو الخلق يعني حقيقة الحضارة هي الخلق أو هو الخلق أحسنت عزيزي الطالب سؤال آخر مفرد أنقاض ونقوط هل مفرد أنقاض نقيض أم نقد نقد ناقد ما رأيك عزيزي الطالب أحسنت مفرد كلمة أنقاض هو نقد فإذا تهدم البناء أصبح أنقاضا ومفرد كلمة أنقاض هو نقد أيضا لدينا في نفس الفقرة عزيزي الطالب وقفات أخرى منها على سبيل المثال والأخلاق أساس قوي متين بدونها تتهدم الحضارات وتتقوض ماذا أفادت تتقوض بعد تتهدم يعني كان يستطيع الكاتب أن يكتفي بكلمة الحضارات تتهدم لكن ذكر بعد ذلك تتقوض لماذا هذا التكرار ذكرنا أن كلمة تتقوض بمعنى تتهدم لماذا هذا التكرار دائما التكرار يفيد ماذا يفيد التأكيد إذن هو تأكيد لها بالتراضف ننتقل الآن إلى سؤال آخر يقول هذا السؤال اشرح الخيال في التعبير السابق التعبير الموجود والأخلاق أساس قوي متين بدونها تتهدم الحضارات وتتقوض شبه الأخلاق بماذا؟ أحسنت شبه الأخلاق بالأساس المتين إذن عندنا تشبيه هنا وهو تشبيه بليغ لوجود فقط المشبه والمشبه به ننتقل الآن أيضا أو عندنا أيضا عفوا تشبيه آخر في تتهدم الحضارات ما الصورة هنا؟ أحسنت استعارة مكنية كما قلنا شبه الحضارة ببناء هذا البناء يتهدم ويتقوض شبه الحضارة بالبناء حذف المشبه به فهي استعارة مكنية بعد الانتهاء من الوقفات حول الفقرة الأولى عزيز الطالب دعنا ننتقل إلى فقرة أخرى في نفس الموضوع يقول كاتبنا هناك من يدعي الحضارة وهو قابع في حضيض التأخر سواء على المستوى الخلوقي أم على المستوى الفكري وهناك من تهفو نفسه لعادة بناء حضارة مندثرة لكنه لا ينظر إلى ما يجري حوله من أمور إما لقصر نظره أو لانخداعه ببهارجة لا تمت إليه بصلة وهذا شأن الذين يقفزون فوق حيطان لا يدرون ما وراءها من ركام وهناك من تهفو نفسه لإعادة بناء حضارة مندثرة وهو لا يملك شيئا من مقومات الحضارة وهذا لا يختلف عن الذين يعيشون في خضم الأوهام التي لا يجنون من ورائها غير قض الريح الآن عزيزي الطالب بعد قراءتنا لهذه الفقرة دعنا نقف عند معاني بعض الكلمات كلمة يدعي هناك من يدعي تلاحظ في الكلمة أحسنت يزعم لدينا كلمة قابع والمقصود راقد هناك من يدعي الحضارة وهو قابع أي راقد في حضيض الحضيض هو ما سفل من الأرض أو نهاية سفح الجبل إذن هناك من يدعي الحضارة وهو قابع أي راقد في حضيض في مكان سافل من الأرض وتهفو نفسه إلى ماذا؟ تهفو يعني تحنو وتشتاق إلى إعادة حضارة مندثرة مندثرة تعني متهدمة هذا المعنى اللغوي لها أو المعنى المعجم لها لكلمة مندثرة متهدمة أما المعنى السياقي حضارة مندثرة يعني حضارة زائلة لم يبقى لها أثر وهو منخدع بماذا؟ منخدع ببهارج البهارج هو الباطل معنى كلمة بهارج أي بباطل من المظاهر هناك كلمة ركام وكلمة ركام تعني ما اجتمع من الأشياء وتراكم بعضه فوقها بعض إذن هدم البناء أصبحت قطع البناء متهدمة بعضها فوق بعض أصبحت ركام وهم لا يجنون يعني لا يحصدون من وراء ذلك غير قبض الريح ننتقل الآن بعد قراءتنا لمعاني الكلمات أو بعد تفسير معاني بعض الكلمات إلى الأسئلة التي ممكن أن تسأل فيها حول هذه الفقرة لدينا عزيز الطالب على سبيل المثال وجه الكاتب النقد في الفقرة السابقة إلى صنفين من الشعوب حددهما مبينا سبب النقد الكاتب في هذه الفقرة انتقد صنفين نريد تحديد كل صنف وسبب نقد الكاتب لهما أحسنت نقد الكاتب في البداية الصنف الأول هو الذي يدعي الحضارة من يدعي الحضارة وهو قابع في حضيض التأخر ويقصد بهم الكاتب من؟ الغرب الذين يزهون أو يزهون بحضارتهم في الوقت الذي يفتقدون فيه الأخلاقة وحيث يعيثون الفسادة في الأرض لماذا يفتقد الغرب الأخلاق عزيز الطالب؟ كما ذكرنا في الفقرة السابقة لأن كثير من دول الغرب كانت دولا استعمارية استعمارت الشعوب وكما قلنا أن الاستعمار ينافي ماذا؟ إن الاستعمار ينافي الخلق فجوهر الحضارة هي الخلق الصنف الثاني الذي نقده الكاتب هو من تهفو نفسه لعادة بناء حضارة مندثرة لكنه لا ينظر إلى ما يجري حوله من أمور ويقصد بهم الكاتب من؟ يقصد بهم العرب الذين ينبهرون بالحضارة المادية ويلهثون وراءها ويقلدونها بلا وعي مع خطورتها كما ذكرنا لك عزيز الطالب أن بعض الناس وهم كثير من العرب للأسف يظنون أن الحضارة ما هي؟ هي عمران هي تكنولوجيا هي تقنية حديثة يأخذون الجانب المادي من الحضارة ويلهثون وراء ذلك يظنون بذلك أنه ماذا؟ سيعدون بناء حضارتهم تلك الحضارة الإسلامية العريقة العتيدة التي امتدت قرونا طويلة من الزمان يعتقدون أنهم بفعلهم ذلك سيعيدون بناء تلك الحضارة وهذا وهم أو محضو أو هام كذلك عزيز الطالب أذكر رأي الكاتب فيما يلي من تهفو نفسه لإعادة بناء حضارة مندثرة لكنه لا ينظر إلى ما يجري حوله من أمور بما وصف الكاتب أولئك الناس بما وصف الكاتب أولئك الذين تهفوا نفوسهم إلى ماذا؟ إلى بناء حضارة مندثرة لكن لا يدرون ما يجري حولهم من أمور أحسنت وصفهم الكاتب أو يرى الكاتب أنه يسير على غير هدى ويضر نفسه وأنه ضيق الأفق قليل المعرفة فهو مثل الذي يقفز فوق حيطان لا يدري ما وراءها من ركام العرب أو كثير من العرب للأسف عندما ظنوا أن الحضارة هي الجانب المادي وأخذوا يلهثون وراءها أصبحوا كأنهم ماذا؟ كأنهم يريدون القفز فوق تلك الحيطان لكنهم لا يعلمون ما وراء ذلك وراء ذلك مصائب وراء ذلك سؤ خلق وراء ذلك إلى خيره من الأمور والأفضل طبعا أن نجمع بين الحضارة المادية والحضارة الخلقية هكذا نكون قد وصلنا إلى درجة عالية من الحضارة وهذا ما نتمناه طبعا عزيز الطالب كذلك عزيز الطالب ما رأي الكاتب في من تفو نفسه لإعادة بناء حضارة مندثرة وهو لا يملك شيئا من مقومات الحضارة أحسنت يرى أنه مخدوع واهم لا يستطيع تحقيق أي نجاح في حياته إذن منطقيا عزيز الطالب لا يستطيع إنسان مثلا أن يحقق النجاح في دراسته دون أن ماذا؟ دون أن يدرس ويجتهد كذلك لا يستطيع الإنسان أن يقيم بناء أو أن يبني حضارته دون أن يمتلك شيئا من مقومات تلك الحضارة دون أن يمتلك الخلق، الفكر، العلم، العمل، الجات أيضا عزيز الطالب اختر التكملة الصحيحة لما يأتي مندثرة في سياقها تعني ناشئة، زائلة، متوارية، منتشرة إذن ذكرنا لك عزيز الطالب أثناء قراءتنا للفقرة وتبيان معاني الكلمات أن كلمة مندثرة لها معنى لغوي ومعجمي ولها معنى في السياق كان المعنى اللغوي ماذا؟ متهدمة أما في سياقها فكانت تعني زائلة أيضا نريد اختيار ليس من معاني تهفو، تميل، تشتاق، تحن، تنفر نلاحظ في هذه الكلمات كلمة تميل وتشتاق وتحن متقاربة المعنى أما كلمة تهفو فمعناها بعيد إذن ليس من معاني كلمة تهفو تنفر أيضا كلمة يدعي في قوله هناك من يدعي الحضارة توحي بالتردد، الثقة، الكذب، الخمول تتذكر عزيز الطالب ماذا كانت تعني كلمة يدعي؟ أحسنت يزعم والزعم يوحي بماذا؟ أحسنت يوحي بالكذب إذن كلمة يزعم أو كلمة يدعي توحي بماذا؟ بالكذب فهم يدعون يكذبون أو يدعون كذبا أنهم يملكون الحضارة وهم لا يملكون شيئا في الأصل عبارة قابع في حضيض التأخري تدل على الرجعية والتخلف البطء في العمل، التمسك بالماضي، السطحية في الفكر لنرى الاختيارات اختيار تلو الآخر الرجعية والتخلف، نعم أولئك القابعون في حضيض التأخر هم في درجات سفلة، في درجات نازلة إذن هم رجعيون ومتخلفون أما البطء في العمل، فقد يكون الإنسان بطئ في العمل لكنه ينجز وأن كان بطئا التمسك بالماضي، لا يعني التمسك بالماضي دائما أن ذلك شيء سيء أو شيء مذموم قد يكون التمسك بالماضي تمسك بالدين تمسك بالعادات والخلاق الأصيلة الطيبة المحمودة فلا يعني دائما التمسك بالماضي أن ذلك أمر مذموم السطحية في الفكر أيضا لا علاقة لها بماذا؟ بقابع في حضيض التأخر إذن عبارة قابع في حضيض التأخر تدل على الرجعية والتخلف عندنا كذلك عزيز الطالب قول الكاتب شأنه شأن الذين يقفزون فوق حيطان لا يدرون ما وراءها من ركام ما نوع الصورة في التعبير السابق؟ هل هي تشبيه ضمني؟ تشبيه تمثيلي؟ استعارة مكنية؟ تشبيه بليغ أحسنت عزيز الطالب هي تشبيه تمثيلي فشأنه أي ذلك الإنسان أو تلك الذين يريدون بناء تلك الحضارة حالهم حال ماذا؟ حال من يريدون القفز وراء حيطان أو فوق حيطان وهم لا يعرفون ما وراءهم من ركام إذن شأنه وهو يريد بناء حضارة مندثرة ولا يملك شيء من مقاومات تلك الحضارة هذه الصورة المنتزعة من متعدد تشبه ماذا؟ أحسنت تشبه كذلك حال من يريد أن يخفز فوق الحيطان وهو لا يعلم ما وراءهم من ركام فالصورة هنا تشبيه تمثيلي ننتقل بعد ذلك عزيز الطالب إلى ما نوع الخيال فيما يأتي؟ حضيض التأخر خضم الأوهام لا يجنون غير قبض الريح حضيض التأخر نلاحظ المضاف والمضاف إليه المضاف والمضاف إليه وقلنا أن ذلك من سبيل ماذا عزيز الطالب؟ أحسنت ذلك من سبيل التشبيه البليغ فشبه التأخر بالحضيط أي بالأرض النازلة السافة الواقعة في أسفل المكان أو في أسفل سفح الجبل أما عبارة خضم الأوهام فالصورة الفنية فيها أحسنت فيها أيضا كذلك تشبيه البليغ فشبه الأوهام بذلك الخضم أو ذلك البحر مثلا لا يجنون غير قبض الريح لو حال الإنسان عزيز الطالب أن يأخذ بيده أو أن يمسك الريح ويقبض عليه بيده ماذا سيكون نتيجة ذلك؟ لن يقبض في يده شيء إذن الصورة في ذلك ما هي؟ هي كناية عن عدم الانتفاع ذلك الإنسان الذي يحاول أن يمسك الريح بيده لن يحصل على شيء إذن أولئك الذين يريدون بناء حضارة وهم لا يملكون مقاوماتها لا يدرون ما يجري حولهم لن يحصلوا كذلك على شيء لن ينتفعوا بأعمالهم تلك بعد ذلك عزيز الطالب دعني أذكر لك قصة من تاريخ أمتنا المجيد نبينا صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فالأخلاق له ارتباط وثيق بالحضارة عند المسلمين هذه القصة عزيز الطالب حدثت في عهد الخليف عمر بن عبد العزيز عندما أرسل الجيوش لفتح البلدان كان هناك جيش يقوده قتيبة بالمسلم الباهلي اتجه إلى مدينة سمرقند بالقرب من بخارة ورأى قتيبة بالمسلم أن يفتح هذه المدينة مباشرة دون أن يمهل أهلها ثلاثة أيام يخير فيها بين الجزية أو بين أن يؤمنوا أو بين أن دخل هذه القرية أو دخل هذه البلاد مباشرة فتحها عنوة قتيبة بالمسلم هذا الكلام لم يعجب أهل سمرقند اعترضوا على ذلك فأرسلوا أحد كهنتهم اجتمع الكهنة وأشروا رسولا إلى خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز يشتكون إليه ذلك الفعل فعل قتيبة لما ذهب هذا الرسول إلى عمر بن عبد العزيز بحث عنه فدله رجل إلى أين إلى منزل رجل يعني يأخذ الطين ويصلح منزله فقال أريد منك أن تدلني على الخليفة فتدلني على طيان قال إنما هو ذلك أمير المؤمنين فتأثر هذا الرجل وأسلم ثم أخذ الرسالة من عمر بن عبد العزيز إلى قتيبة بن مسلم أو إلى والي البلاد في تلك الفترة يأمره بماذا بأن يعين قاضيا يحكم في هذه المسألة فاختار قتيبة أو اختار العامل قتيبة كان قد توفي في ذلك الوقت كان قد توفي فاختار العامل في ذلك المكان القاضي جميح بن حاضر الباجي ليحكم في هذه المسألة فرأى القضية استدعى الشهود عمل هذه المحكمة قرر ماذا قرر أن يخرج المسلمون من أين من سمرقند إلى خارج تلك البلاد ثم يمهلونهم ثلاثة أيام هم قد فتحوها انتهوا من الفتح لا تخرج حتى تعيد الفتح وتمهلهم ثلاثة أيام هنا اجتمع الكهنة تأثروا بهذا الموقف العظيم هذا الموقف الخلقي الراقي من أخلاق المسلمين ثم أسلم أهل سمرقند ودخل الجيوش الإسلام فاتحة هذه البلاد ليس بالسيف وليس بالسلاح ولكن فاتحة لهذه البلاد بالخلق إلى هنا عزيز الطالب نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم هذه الحلقة التي تناولنا فيها علاقة الحضارة بالأخلاق رأينا ما معنى الحضارة وما معنى الأخلاق وما هذا الارتباط رأينا بعض الشعوب التي تريد أن تبني الحضارة إما عنقاض الشعوب أو تريد بناء حضارة وهم لا يملكون مقاوماتها لنبقية أو لنتكملة لهذه حلقة عزيز الطالب ولكن في حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته